السلام عليكم معكم مجدا من القناة كروشي باي مجدا مرحبا لكم معي فيديو جزء فيديو الثاني او جزء الثاني من الموديل الاسباني موديل الاسباني اللي اللي عريض اللي كي يجينا في قفطان العروس نخلي لكم هنا يا بعض صور لقطات من هذا القفطان هذا اللي دا جادلت لكم استعراض ديرو نخلي لكم كذلك الرابط دي الاستعراض ديرو تلعليكم هنا في لكون ديلا فيديو في لئي او اللي هي صندوق الوصف فمن بعد ما درت معاكم الاستعراض جاني الطالب كتير من متتبعات سيدات بزاف بغاوي يخدموا هاد الموديل هذا وطلبوا مني اني نخدم معاكم هاد الموديل هذا خدمت معاكم الجزء اللول وكي ما قلت لكم في الجزء اللول غنقسموا العدة اجزاء حيث يبغي الشرح بالتفصيل حيث فيه لديو طيب الزاف هو ما صعيبش انما كياخدوا وقت شوية الوقت وكيبغي تردوا البال للحساب ايلا اخطيتي في الحساب ما كيبانش لفو ديك سا حتى كتافونسي في الخدمة تقضي مثلا تخطي في اللول ما غيبانش لك الخطأ في الحساب دابا حتى توصلي مثلا لهنا عاد غاك تكتشفي باللي ارى الخطأ عندك هنا يعني غطري تسر بي هاد البلاسة كاملة اللي خدمتي يعني كيبغي نردو البال شوية ذاك شعراش قسمتو العيدة باش كل جزء نعطيه وقتو لكل اه دور ولا كل استر نعطيه وقتو في الشرح بالنسبة للناس لي ما زل ما شوفوا الجزء الليول غا تلقاوا الرابط ديرو يطلع عليكم في اللو اي كي ما اكتليكم اولا فلا بغضان فو ضروري تشوفوا الجزء الليول بديت الخدمة ديال الموديل الاسباني بدينا نستوق انا هاد القفطان را غا نخدموه معاكم كامل البلد يطايد ديال وكاملين بالكمام بكل شي بدينا اول حاجة بنستوق بدينا بهاد شكل هذا وقفنا فهاد البلاسة هادي من بعد ما درنا هاد الاقواس الكبيرة جوج اقواس كبيرة وعمرناهم بالاعميضة ندوسوا دفا الخدمة ديال اه دا Wong polni tabعم بالنسبة للدور اللي تابعوا اغان نرتافع بسلسلة واغان نقلب العمل السلسلة كنت تعتبر غرزة فوق العمود الاول غان نسيئ مباشرة للعمود التاني انه يريدوا البال غنخدم بغرز المونزليقة غنخدم منزليقة فوق العمود الاول It's not a prime ونخدم منزلقة فوق العامود الثالث ومنزلقة فوق العامود الرابع يعني لحد الآن أنا درت ثلاثة دي الغرز المنزلقة ونضيف فوق العامود الخامس وغرزة منزلقة رقم 4 يعني أنا هنا في المجموع درت أربعة دي الغرز المنزلقة أول عامود فوق منه سلسلة والأعمودة الأخرين فوق منهم وغرزة منزلقة سوف نضيف دي الغرز السلاسل 1 جوج 3 4 5 6 قدرت تستادي الغرز السلاسل من بعد ما أخدمت استادي الغرز السلاسل كنمشيو عندي هات استادي الغرز السلاسل كين ننفق هذا العامود هذا كنمشيو العامود اللي تابعوه كنحسبوه 1 جوج 3 العامود الرابع كنخليوه ثلاثة دي الأعمودة نشد فيه بغرزة المنزلقة رعفون غرزة حشو دات هنا 6 دي السلاسل وشدت بغرزة حشو نضيفه خليت ثلاثة دي الأعمودة العامود الرابع شديت فيه بغرزة حشو دا بغان دير ثلاثة دي الصلاسل باش ندير أقوى صغيرة 1 جوج 3 اعطى الى الصغيرة او لديك الشبيكة التي تكون لدينا الوسط مكونة لديك الشبيكة الوسطانية مكونة من ثلاثة ديالة الثلاثة ديالة الثلاثة يبقى لي عامود وهذا نصف عامود اعاد غرزة حشو نقص العامود ونمشي لنصف العامود فين ندخل الكروشي ديالي ونخدم غرزة حشو فوق منه حلقة هنا فين تبت دابا هاد القوس الصغير معدرا عامود اعاد نصف عامود غرزة حشو dann انجام اضافة وعدد ونقوم بكين من بعد ما تدرته كندق�� ذاهل القوس قم ب tame بقراتي حيث فهذا القوس إذا عقلته كانت عندنا غرزة حشو نصف عمود وعندنا عشرة ديال الأعميدة خليت غرزة حشو مشيت لنصف عمود هو فين خدمت نعود ندير قوس صغير من هاد الأقوى الصغيرة يعني ثلاثة ديال السلاسل وحد جوش ثلاثة ثلاثة ديال السلاسل لاحظت ودرت ثلاثة ديال السلاسل كان خلي واحد العمود وكان مشي للتاني لاحظوا معي مزيان خليت عمود ومشيت للتاني هو اللي غنشد فيه بغرزة حشوه الهنرة كان حصلوا على أقوى الصغيرة ما عرفت شو شبينين لكم في التصوير هذا دبا فاش كان جبتك للقاك قوس كبير وهنايا قوس صغير ها هو ها واحد ها التاني وهذا هو الثالث آخر واحد درنا عندي دبا هنايا ثلاثة الأقوى الصغيرة من بعد ما حصلت ثلاثة ديال أقوى الصغيرة وفي هذا الدور كيكون عندنا فقط ثلاثة ديال أقوى الصغيرة غندير ستة ديال السلاسل باش ندير قوس كبير واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة كنخلي هنا كمشير هاد الأعميدة هادو العمود اللي تابعه هاد غرزة حشو اللي عندنا ما كنحسبوهاش كمشير العمود اللي تابعه كنحسب واحد جوج ثلاثة الرابع كنشد فيه بغرزة حشوه هناك هدب هدي البداية ديال شبيكة ديالي إذا حصلتوا في هذا الدور على قوس كبير مكون من ثلاثة ديال السلاسل ثلاثة ديال أقوى الصغيرة مكون من ثلاثة ديال السلاسل خاص يكونوا ثلاثة ديال أقوى الصغيرة تأكدوا من الحساب عاد قوس كبير عفو باللي رأخدامي مزيان وخدامي صحيح إذا لقيتوا باللي عندكم شي اختلاف هنا أعودوا سربوا رأي يكون عندكم شي خاطئ ضروري نتأكدوا من عدد الأقوى هما اللي يحدوننا واشترنا خطأ ولا الصحيح هنا عندنا ثلاثة ديال الأقوى الصغيرة غان نرتفع بثلاثة ديال ارتفاع واحد جوج ثلاثة غان نقلب العمل ديالي غان نمشي لهد القوس الكبير أنا بغيت نعمره بـ 12 عامود ردوا البالي مزيان بغيت نعمره بـ 12 عامود أنا عندي هات ثلاثة سلاثة الأرتفاع كنعتبروهم عامود أول يعني غان نضيف هذا ديال عامود وخاصني نخدم أنا في المجموع 12 يعني بقي ليه 11 عامود كندخل الكروشي داخل القوس وكنعمر هذا العامود الثاني بحلاكة كنبقى أخدامه وأنا كنحسب خاص في المجموع يكون عندي 12 عامود يعني زيادة على ذوك ثلاثة سلاثة الأرتفاع كنضيف 11 أخرين أنا بقى نعمر حتى نحصل على 12 عامود معمرة بهم هاد القوس الكبير اللي مكون من 6 ديال ثلاثة من بعد ما عمرت 12 عامود لاحظوا معي شنو غادي ندير كنمشي الأول قوس صغير عندي كندخل في الكروشي ما كندير لا سلسلة ولا مباشرة من هاد مورا هاد 12 عامود كنمشي القوس اللي أول كندخل في الكروشي وكنخدم فيه غرزة حشو غنضيف ثلاثة ديال ثلاثة واحد جوج ثلاثة الحساب مهم بزاف بزاف هاد الموديل هاده اللي يخدمين فيه كنجبدو العمل بشيبان لينا كنمشي القوس الوسطاني كنخدم فيه كندخل في الكروشي ونخدم فيه غرزة حشو ده بحصلنا على واحد القوس ده بادرنا واحد القوس هاهو درنا ثلاثة السلاسل وسدينا يعني عندنا واحد القوس غنضيف مرة أخرى ثلاثة ديال السلاسل واحد جوج ثلاثة وكنشي القوس الموالي وكنخدم فيه غرزة حشو اللي هو القوس الثالث كندخل في الكروشي باش كانحصل ندير غرزة حشو فالدور هاده درد جوج ديال الأقواص اللي هما هاده هذا اللول وهذا التاني راي لجب بدنا الخدمة غيبان لينا ها القوس اللول وهذا والقوس الثاني هو هذا ده ببقى لي قدامي غير هاد القوس الكبير مباشرة كين غير القوس الكبير كنمشي ليه مباشرة ونعمره بـ 12 عامود العامود الأول العامود الثاني وكنبقى غادة وانا كنحسب خسني يكون عندي في المجموع 12 عامود من بعد ما عمرت هاد القوس الكبير بـ 12 عامود وكيم ما درنا في المرة اللولة غنعود نقول لكم باللي إذا وصلتوا لهذا الدور هاده خسي يكون عندكم في هاد الوسط جوج أقواص صغيرة كيما كتشوفو عندي جوج أقواص صغيرة اللي هما هاده ها القوس اللول وهالقوس الثاني إذا كان عندكم كتر أو لأقل عرفوا باللي عندكم خطر خسكم تعاودوا خسنا نحصلوا في هاد الدور على جوج أقواص صغيرة فقط ندزل الدور الموالي كارتفع في سلسلة كنقلب العامل العامود الأول رافق منه هاد سلسلة ما كنخدمش فيه كمشي مباشرة العامود الثاني كنخدم فيه منزليقة وكنبقى خدامة في كل عامود كندير منزليقة خسني نخدم خمسات غرز منزليقة هاده اللولة كنمشي العامود الموالي حتى هو نخدم فيه غرزة المنزليقة الثانية نمشي المنزليقة الثالثة العامود الموالي منزليقة الرابعة والعامود اللي تابعوا المنزليقة رقم خمسة درت خمسة المنزليقة سوف ندر ده بس ستا دية السلاسل باش ندر قوس كبير واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستا من بعد ما درت ستا دية السلاسل لاحظو شنو غاد يندير كنمشي لهاد الاعميدة هادو اللي عندي هنا يو هاد 12 عامود كنمشي اللخر هنا يو دبقى أنا بديت من هنا من اليامين أنا غادا كنمشي مباشرة لهاد الياسار هذا من اللخر كنحسب هذا هو العامود اللول العامود الثاني من هنا مني كن بدا نحسب العامود اللول العامود الثاني العامود الثالث كنشد فيه بغرزة حشو لاحظوا ده بغا بدا ندير الأقوى الصغيرة كندير ثلاثة ديال السلاسل هنا بقبلية جوج أعميدة العامود الموالي كنت جاهلوا واللي تابعوا لي هو آخر عامود فهد 12 عامود كندير فيه غرزة حشو هنا ده بخلقت القوس الصغير الأول كندير ثلاثة ديال السلاسل واحد جوج ثلاثة مشي القوس اللول اللي عندي هنا هد جوج أقواص اللي عندي كان عندي جوج أقواص في الدور اللي قبل القوس اللول كندخل فيه الكروشين نخدم فيه غرزة حشو ندير ثلاثة ديال السلاسل واحد جوج ثلاثة مشي القوس الثاني نخدم فيه غرزة حشو هد شكل كنضيف ثلاثة ديال السلاسل واحد جوج ثلاثة كنمشي لها 12 عامود أول عامود عندي كنخدم فيه غرزة حشو كندير ثلاثة ديال السلاسل واحد جوج ثلاثة كنشيل العامود الموالي كنتجاهلو واللي تابعو كنشد فيه بغرزة حشو ده بغا نكون سالية الأقواص الصغيرة لجينا نحسبو عدد الأقواص الصغيرة اللي عندنا في هاد دور غلقوهم خمسة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة جب ذو العامل مزيان باش يبانو لنا خمسة ديال الأقواص الصغيرة في هاد دور هذا هو اللول واحد هذا التاني جوج ثلاثة أربعة والخامس هو هادا بقالي هذا ببعض مدرة خمسة ديال الأقواص بقالي باش ندير القوس الكبير إذا لاحظتي لي ما كيكون لنا قوس كبير من هنا قوس كبير من هنا والوسط أقواص صغيرة قوس كبير يعني ستادي السلاسل واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة من بعد مدى ستادي السلاسل كنحسب ثلاثة الأعميضة الرابعة كنشد فيه بغرزة حشو واحد جوج ثلاثة الرابع كنشد فيه بغرزة حشو إذا وصلتي معي لهذا المرحلة في هذا الدور ولقيت عندك جوج أقواس كبيرة في الجناب والوسط خمسة دي الأقواس صغيرة عارفي باللي غادة معايا أو لا خدمتك خدمة صحيحة إذا لقيت عندك شي ختلاف في عدد الأقواس عارفي باللي راقدرتي شي خطأ في اللول في الحساب كما أكتلكم هاد الموديل هادا كيبغي الحساب بزاف هنا غنحسو الفيديو حيث داجا الفيديو طويل وخما مادرناش بزاف لاحظوا باللي الخدمرة صغيرة ما كبرناش للموديل ولكن الشرح خضاء وقت في الشرحيت فيه الحساب وردوا البال معايا مزيان مزيان في الحساب فهنا غنقفل الفيديو نتمنى أنكم تدعموني باللايك ديالكم وليكم وطاق لبا خطاج مهم بزاف هكا تدعموا القناة كتشجعوني باش أن القناة تكبر كتعونوا القناة أنها تكبر وكذلك كتعمل فائدة والناس اللي مازال ما بشاركي معنا في القناة ما تنسوش أنكم تنضموا لنا بالضغط على زير الاشتراك الأحمر تسناول فيديو القادم اللي غنكملوا فيه هاد الموديل هادا الموديل الإسباني او لا موديل العروس اشتركوا في القناة